الطريقة الصحيحة لصلاة الاستخارة وفي أنهي وقت أصليها وإيه الدعاء بتاعها وجزاك الله خيرا طيب إحنا هنقولك يا أستاذة هندي أن صلاة الاستخارة في أي وقت ما لهاش وقت معين ربما يكون الأفضل في الليل يعني لكن ممكن تصليها في أي وقت لقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هم أحدكم بأمر فليركع ركعتين يبقى يصلي ركعتين اللي هما بتطيع الاستخارة ركعتين أي وقت أي وقت لكن ما نجيش بقى في الأوقات المنهي عنها المنهي عنها اللي هي إيه عند شروق الشمس وعند تعمد الشمس في كبد السماء في وسط السماء يعني وعند غروب الشمس طيب التلاتة دول لأ ليه لأن في الأوقات التلاتة دول بيزجد الشيطان للشمس وذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فهنا إحنا بنبتعد عن الأوقات المنهي عنها أما في أي وقت تاني صلي الاستخارة ما فيهاش حاجة خالص ودعاء الاستخارة يعني أنا هختصره لك عشان تبقي يعني تحفظي بسرعة وانت سجدة في السجدة الأخيرة يعني بتصلي ركعتين عادي في صلاة وفي السجدة الأخيرة في الركعة التانية بتقولي اللهم إني أستقدرك بقدرتك وأستغشرك بعلمك الذي أحاط كل شيء إنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر أن إذا كان أمري كذا الحاجة التي تسأل عنها بقى خير لي في ديني ودنيايا ومعاشي وعاقبة أمري فيسرها لي ويسرني لها يا رب العالمين ونفس الحكاية وتقولي إذا كان الأمر كذا شر لي في ديني ودنيايا ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه يا رب العالمين